بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصوا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأظل أعمالهم صدق الله العظيم بعون الله وتوفيقه تم إلقاء القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية قامت بأدوار تجسسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود لصالح العدو وذلك من خلال عناصرها المرتبطين بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية التي جندت العناصر الرئيسيين في الشبكة التجسسية وعملت على تدريبهم استخباراتيا وتزويدهم بتقنيات وأجهزة ومعدات خاصة تمكنهم من تنفيذ أنشطتهم التجسسية والتخريبية في الجمهورية اليمنية وتسهل من نقلهم للمعلومات إلى ضباط أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية بشكل سري استغل عناصر شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية والضباط الأمريكيون سفاتهم الوظيفية في السفارة الأمريكية لتنفيذ العنشطة التجسسية والتخريبية بعيدا عن العرف الدبلوماسي وما تفرضه القوانين اليمنية من حدود وضوابط تنظم أعمال السفارات وبعد خروج السفارة الأمريكية من العاصمة الصنعاء مطلع العام 2015 ميلادية استمرت عناصر الشبكة التجسسية بتنفيذ ذات الأجندة التخريبية تحت غطاء منظمات دولية وأممية رافعين شعارات العمل الإنساني للتستر على حقيقة أنشطتهم التجسسية والتخريبية إن هذا الإنجاز الكبير تحدد بعون الله وفضله وبجهود كبيرة وتعاون مشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية حيث أفضت عمليات الرصد والتحري والمتابعة إلى القبض على عناصر رئيسية من شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية وبعد جمع المعلومات والاستدلالات تم التوصل إلى عناصر أخرى للشبكة في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وفضح كافة المخططات والأدوار التي قامت بها الشبكة التجسسية والتي تختلف في طبيعة عملها ومستوى تأثيرها عن ما تم كشفه من خلايا سابقة فلم يكن عملها منحصرا على التجسس في جانب معين بل امتدت أعمالها التجسسية والتخريبية إلى أغلب نواحي الحياة ولا مس ضررها الإنسان اليمني في مختلف المناطق والفئات والمجالات وتراكمت آثار أعمالها التخريبية على مدى عقود من الزمن وكانت الذراع الرئيسي لتنفيذ مخططات العدوى الأمريكية الإسرائيلي في إهلاك الحرث والنسل وضرب قيم وأخلاق المجتمع وتدمير مؤسسات الدولة اليمنية وضرب أكتسادها ونهب خيراتها وإعاقة أي جهود للإصلاح والتغيير ومن أبرز أدوارها التجسسية والتخريبية ما يلي أولا جمعت شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية معلومات هامة عن مختلف الجوانب الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية والصحية والتعليمية والزراعية والثقافية والاجتماعية وغيرها وزودت بها أجهزة المخابرات المعادية ولم يكتصر تجسسها على مؤسسات الدولة بل تعدى ذلك إلى المجتمع والمؤسسات غير الرسمية في البلد ثانيا تمكنت شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية لعقود من الزمن من التأثير على صانعي القرار واختراق سلدات الدولة وتمرير القرارات والقوانين التي تخدم المصالح والأجندة الصهيونية والأمريكية ثالثا عملت شبكة التجسس الأمريكية والإسرائيلية على استقطاب الكثير من الشخصيات والتنسيق للزيارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك للتأثير عليهم أو إسقاطهم وتجنيدهم للعمل مع المخابرات الأمريكية رابعا جندت شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية بعض الاقتصاديين ومالك الشركات النفطية والتجارية وربطهم بالمخابرات الأمريكية ووظفتهم لتنفيذ التوجهات والمخططات الإفسادية والتدميرية التي تخدم مصالح العدو الأمريكي والإسرائيلي في كافة المحافظات اليمنية وزودت أجهزة المخابرات المعادية بكافة المعلومات والتقارير والدراسات السرية لكل القطاعات الاقتصادية كالقطاع النفطي والتجاري والمصرفي والاتصالات وغيرها ورصد المؤشرات الاقتصادية في المجالات المختلفة وذلك بهدف التحكم والسيدر على الاقتصاد وضربه وضمان استمرار النهب للثروات اليمنية خامساً نفذت شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية أدواراً تخريبية وتدميرية للجانب الزراعي وركزت على إفشال الهيئات البحثية الزراعية ومراكز إكثار البذور وجندت عدداً من الجواسيس بزارها الزراعة ونفذت العديد من المخططات الأمريكية كان من عبرزها إنتاج إكثار الآفات الزراعية والسعي لضرب الإنتاج المحلي من خلال تمرير سياسات محبطة للمزارعين ومغرية لاستيراد المنتجات الحيوانية والزراعية من الأسواق الأجنبية سادساً عملت شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية على تنفيذ مشاريع وبرامج في المجال الصحي تهدف إلى تدمير القطاع الصحي وأسهمت في نشر الأمراض والأوبئة في مختلف المحافظات اليمنية سابعاً نفذت شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية مخططات تدميرية للعملية التعليمية بكل مكوناتها وضربت دورها الهادف وفصلت التعليم عن البناء والتنمية ثامناً شاركت شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية في تنفيذ مخططات تستهدف الهوية الإيمانية للشعب اليمني وضرب قيمه وعاداته الأصيلة وسعت لنشر الرضيلة والتفسق وصولاً إلى إدارة بؤر للإفساد الأخلاقي تاسعاً نفذت شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية عمليات تقنية تجسسية مباشرة لمخابرات العدو سعت من خلالها للحصول على المعلومات السرية في مختلف مؤسسات وقطاعات الدولة كما قامت بالتنصت ومحاولة الإطلاع على خصوصيات المجتمع اليمني وسخرت تلك المعلومات لمخططاتها العدائية التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً عاشراً قامت شبكة التجسس بتزويد المخابرات الأمريكية السيائي والمخابرات الإسرائيلية الموساد منذ عقود بمعلومات عسكرية وأمنية بالغة الأهمية والسرية والخطورة أدت إلى إضعاف الجيش اليمني وقدراته قبل ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر المباركة حادي عشر بعد انتصار ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر المباركة ومغادرة السفارة الأمريكية من العاصمة الصنعاء استمرت شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية في تنفيذ أدوار تخريبية متعددة وجمعت لأجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية معلومات محدودة التداول عن الموازنة العامة للدولة والخطط والسياسات المعتمدة لحكومة الإنقاذ وسعت لكشف مصادر التمويل للجبهات العسكرية وليأت جهزة المغابرات المعادية ثاني عشر أدت شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية نشاطاً استخبارياً لصالح العدو يستهدف القدرات العسكرية التي صنعتها القوات المسلحة اليمنية في ظل العدوان الأمريكية السعودية على اليمن وعملت على رصد التحركات العسكرية والقدرات الاستراتيجية ورصد مسرح العمليات ورفع الإحداثيات وعمل كل ما من شأنه تحقيق أهداف العدو وتمكينه من احتلال اليمن وجعله تابعاً للهيمنة الأمريكية الإسرائيلية ختاماً نتوجه إلى الله تعالى بالحمد والشكر الجزيل على توفيقه وعونه في تحقيق هذا الإنجاز الكبير كما نثمن ونقدر تعاون ويقظة ووعي أبناء الشعب اليمنية المجاهد العزيز الذي كان ولا زال السد المنيع في وجه كل المشاريع التآمرية والتخريبية للأعداء وندعو كافة أبناء شعبنا اليمني للمزيد من اليقظة والوعي وإن الأجهزة الأمنية إذ تكشف خلال الأيام القادمة المزيد من التفاصيل والمعلومات فإنها تؤكد قيامها بمسؤوليتها في مواجهة كل المشاريع التآمرية معتمدة على الله مستنيرة بهذه العظيم وصدق الله القائل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم ساطر عن الأجهزة الأمنية الرابع من ذي الحجة 1445 هجرية العاشر من يونيو 2024 ميلادية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة